بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلاة والسلام على من لا نبيه بعد وبعد فهذه قراءة لأرجوزة مرتقى الوصول إلى مصادر علم الأصول من نظم العلامة الدكتور محمود الكبش نفع الله به بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد للرافع جل وعلا رفع قدر العلماء إلى العلا أنزلهم منزلة النجوم هداية الإرشاد للعموم ثم الصلاة والسلام والوفاء على إمام الفقهاء الشرفاء محمد والآل ثم صحبه ومن تلا والمقتفي من حزبه وبعد ذا فالعلم بالكتاب مقرب للفهم والصواب لأنه معرف بمن مضى من طبقات العلم مما يرتضى بذكر الأعلام مع المدارس وكتب نسردها للدارس لكنني خصصت بالذكر هنا من بالأصول عارف أو اعتنى لذا أتت منظومة مختصرة جامعة أفضلها المشتهرة وقد حوت سلسلة المصادر منتخبا لها على التخايري مما أتى مرتبطا بأصله كالشرح للمتن ونظم كله أو مستفيدا منه بالتصريح أو عائدا عليه بالتنقيح سميتها بمرتقى الوصول وزد إلى مصادر الأصول وأحمد الله على التوفيق لنظمها المبتكر الدقيقي فلما أجد غيري لها قد نظما جمعا وترتيبا وذكر العلماء وذاك من عوائد الرحمن فالحمد لله على الإحسان فإن وجدت خطأا أو خلالا وكنت ذا علم فكن معدلا وقل جاز الله الفتى الصيداوي خيرا على تسهيلها للراوي وأسأل الله القبول والرضا وستره والعفو عما قد مضى تمهيد في بيان طريقتين المتكلمين والفقهاء في الدرس الأصولي طريقتين اعتمد الأصول فيما ترى من كتب الأصول أشهرها للمتكلمين بحثا وتصنفا كما روينا وهي لأصحاب الكلام مبتكر لذا بالانتساب حتما اشتهر فاعتبر الأمرأة من واقعي ليس له من رافع ودافعين وسمها طريقة الجمهور للانتشار أو على المشهور للشافعية الذين صنفوا وغيرهم من بعدهم قد ألفوا منهجها الإثبات للأصول بالنظر المجرد المعقول إلى نصوص شرعنا لذاك لا تعد تخرجا على فرع جلاب هذه طريقة للفقهاء وهي ابتنى أصول مال النباه على فروع مذاب الإمام أبي حنيفة الرضا الهمام لقولهم تحقيق الانطباق بين الأصول والفروع باقي سلسية المصادر الأصولية على طريقة المتكلمين أثر الإمام الشافعي رحمه الله في علم أصول الفقه المرحاة الأولى التأسيس لعلم أصول الفقه أول من صنفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي مؤلفا كتابه الرسالة بأحسن الترتيب لا محالة أرسلها النقال لابن مهدي إذ جمعت دلائل المستهدي فاقتصرت جهودهم عليها بشرحها وعودهم إليها مثل صانيع بن سريج أحمد والصير فيه شارحا معتمدا أثر القاضي بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار واب الحسين البصري المرحاة الثانية التدوين الثاني لعلم أصول الفقه وبعد هذا جاء قاضيان الباقلان الأشعري والثاني الهمذان عابد الجبار قاضي القضاة باعتزال سريم فالأشعري قد أتى وألف فيه أجل كتبه مصنف أعني به التقريب والإرشاد وهو كبير وصغير زاد لو سطى قبله للاختصار وهو بسبق جاء بافتخال ثم آتى من بعده الجوين فجمع التلخيص دون مين مختصرا تقريبه مرجحا مبينا ألفاظه موضحا لكنه استدرك بالتعقيب عليه في البرهان والتقريب فجاء فيه بالبديع المنتقى حتى غدا كتابه الموفق وقبل ذين الورقات سطرا متنا صغيرا جامعا منتشرا وكان حقا لائقا في حجمه فاشتغلوا بشرحه ونظمه أولها لابن ضي الفركاح في الدركات ليس للصلاح ثم توالى بعده الشروح وللمحل شهرة تنوح وقد آتى بنظمه العمريط مستوجب الثنى بلا تفريط وشرح البرهان عالماني المازري المالك والثاني علي يمنعني بالأبياني وربما استفاد باختياري بعض الذي في كشف رضاحي وقع للمازري وهو أيضا قد وضع كتابه التحقيق والبيان في شرح ما جاء به البرهان هذا وللقاضي كتاب العمود رأس اعتزال بلا ترد شرحه تلميذ البصري أول أمره وقل مرضي كتابه المعتمد الذي استقل به وزاد ما بدرس قد حصل عن شيخه منقحا لتعتمد أصوله فهو بحق معتمد واعتبر المكتوب في تلمرحلة القاضيين والذي قد أصله أبو الحسين في كتاب المعتمد تدوين آخرا لذا فعلا يعد أصلا عليه قد بنى الأصول تقريره مسائل الأصول لكنها قد أسست يقين نهجا يرى للمتكلمين وهي بذا مرحلة قد اختلط فيها الكلام بالأصول واشترط بعضهم زيدا علوم المنطقي مع جدار فلتحترس ولتتقي هذا وصنف الإمام الحنبل عني أباي على كتاب تنجلي به أصول مذهب الحنابلة كتابه العدة وهو الشامل فصوله على كتاب المعتمد كذا على الجصص حتما استند وكان أيف الرائط الميذان هما أبو الخطاب كالوذان كتابه التمهيد فيه أكثر من اختيار شيخه معتبرا ثنيما أبو الوفاء الحنبل كتابه الواضح فيه تنجلي جوالب الطبيق للأحكام على أصول مذاب الإمام ضمنه صناعة المجادلين مع أصول العلم والدلائل فسبقوا القوم بهذه الكتب قاعدة التأسيس للمنتسب وأوردوا قول إمام المذهب حتى غدت فيه بأعلى الرتب حتى غدت فيه بأعلى الرتب أثر الإمام الغزالي رحمه الله في المدرسة الأصولية المرحلة الثالثة النجز والاكتمال ثم أتى محمد الغزالي بأحسن الترتيب والمقال مصنفا أجل ما أصله علم الأصول في كتاب قبله وهو الذي سماه بالمستصفى منتخابا مما وعى وصف أعني بذى التنذيب والمنخول فكان حقا غاية مأمولا وسر ذا نظره في منتخل مما أتى به الثلاثة الأول وشيخه إمام الجوين رابعهم معتمد كالعين فأحكم الصياغة العلمية من هذه المصادر الأصلية واجتمعت لديه في المستصفى زبدتها كما رأى ووفى ومن هنا جعلها الحذاق قواعد الفن والاتساق وممن اختصره وقربه محررا ألفاظه وهذبه محمد بن رشد الحفيد وابن رشيق شيخ مفيد كتابه اللباب باختصار والأول الضروري باشتهار وروضة الناظر للموفق معدودة منه على التحقق لكنه امتاز على المستصفى بذكر قول أحمد وصف كتابه من مذاب المخالف مقررا قول الإمام السادفي ثم أتى من بعده البعلي فلخص الروضة والطوفي كما كف المعروف بالمختصر متنا بشطر حجمها المشتهر وقد أتم صنعه المبتكرا بشرحه كتابه المختصرا وهو عليه اعتمد الكنان في شرحه المشهور بالإتقان وقل سما باسم سواد الناظري ولم يكن مبيضا لناظري حتى تم سبته فوائده محررا مرتبا فرائده محررا مرتبا فرائده وقد مضى فلخص المختصرا في بلغة الوصول حيث اشتهر وانظر كذا قواعد الأصول متمما معاقد الفصول لابن كمال الدين عبد الحق تظهر به آثارها بحق أيضا كتاب الحسن التذكرة منها وفيه تظهر التبصرة فهذه مرحلتان قد مضت أولاهما ذور وقد أتت على يد القاضي بلا ترداد واثنين في اعتزالهم تمادي وبعدها مثلها الغزال وهي التي أتت بالاكتمال وبقيت مرحلة التمدد والاتساع فاصبرن ترشدي أثروا الإمامين الفخر الرازي والسيف الآمدي في المدرسة الأصولية المحاط الرابعة التوسع والامتداد مثلها اثنان هما الرازي ابن الخطيب وهو القوي كتابه المحصول ثم الثاني الآمدي السيف بلا تواني كتابه الاحكام في وصول الاحكام فالتسعى إلى الوصول واعتمد الرازي على المستصفى ملخصا معتمدا فاستوفى كذا على البرهان للجوين والرابع العمد دون مين لكنه اشتغل بالمعارضة كذا بالاستلال في معارضة وقد تكون شباة مفصلة تأتي ردوده عليها مجملا وهكذا الإمام لامدي معتمدا مع تمد الرازي ومع رجوعي إلى المحصول وميلي في جانب النقول تحريرها مع نسبة الأقوال ونقده الحد في الاستعمال لكن طغى عليه في الكتاب توقف كحيرة المرتاب أثر بن الحاجب والبيضوي والتاج السبكي في المدرسة الأصولية المرحاة الخامسة المختصرات الأصولية واختصر المحصول عالماني بالأرموي شهر الفحلاني أول الحاصل وضع التاجي ومثله التحصيل الاستراجي وللقرافي على المحصول شرح له نفائس الوصول ثم بتنقيح الفصول اختصر وهو بشرحه له قد حرر وصاحب المحصول أيضا انتخب مختصرا منه يسمى المنتخب ومنتأسول من الإحكام مختصر للآمد الإمامي وفي نهاية الوصول قد جمع صفينا بين الوصول فاجتمع وقد مضى فاختصرا نهاية في فائق في الحسن والعناية هذا والابن الحاجب المختصر على كتاب الآمد المشتهر بمنتأ الوصول بعد واختصر كتابه هذا فذاع وانتشر ثم أتى البيضاوذ الحجاج فاختصر الحاصل في المنهاج وقد توالت الشروح بعد عليهما وهو الذي يعد فخلنا على مدار الدهري إذ جمع بين الحجاوة الدري وأحسن الشروح للمختصر ما كان للإيجي على المقرر ثم عليه صنفت حواشي مفيدة للناظر النقاشي وأقدم الشروح للبيضاوي مصاد وللجمال حاوي كذا ولست بكيرف الحاجبي شرح على مختصر ابن الحاجبي ثم بيانوا لشمس الدين الأصفهان بعد الرهون المالك شرح لو يسمى بتحفة المسؤول وهو أسمى لأنه قد جمع الشرحين في غالب التحفة دون مين وارتبطت به شروح عرفة بسبعة السيارات التي علت وهي بيان على ما سبق كذاك شرح التستري المنتقى ثرثه وضعه الحلي ووابع صنعه الخنجي والخامس 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 القطب الشرازي كتب سادسها للموصي نسبا وآخر شرحه الخطيب ذكرتها نظما بلا ترتيب ونظمه الفريد للبرقين في تحفة الطالب بالتعين عدتها قد نظمت في الرجازي في الغين والقافي مقال الموجز هذا وممن استفاد واختبر مختصر ابن الحاجب مختصر ابن الحاجب الذي اشتار فقيه ابن مفلح فيما كتب محررا مذهب من له امتسب واسم كتابه أصول الفقه ذا بنى عليه اثنان منه أخذا فالأول البعلي في المختصر من هو من بلبلنا المعتصر ثاني ما العلاء في التحرير ثم أتى بشرحه التحبير وهو كتاب عمدة في المذهب فاضفر بيتنا الكريم المطلبي فاضفر بيتنا الكريم المطلبي وللفتوحي على التحرير مختصر ككوكب منير مختصر كالكوكب المنير مختصر ككوكب منير ومن شوحي له في المختبر والذخل البعلي أحمد أشتار ثم الحديث مثل ذا يساوي إن كان في المنهاج للبيضاوي شرحه جماعة من الوراء ووقع السبق على ما ذكر لمجدنا الأيكي في المعراج ومثلو للجزري الراج والجار بردي له السراج ووصفه كماتا وهاج كذا كالشمس بالثناء شرح عليه جامع البهاء ومن شوحي كذا الإبهاج وضعه التقي ثم التاج هو لجمال الدين يعني الإسناوي زوائد الأصول در يحتوي أكمل ما عنه خل المنهاج فأصله متن وذا سياج وشرحه نياة السول وقد هذبه معاصر كما ورد ثم تزين بنظم فائق عنوان النجم عنوان النجم لوهج رائق عدته عدته 1300 أيضا وستون تلي مع سبعة شرحا ولدو الولي ابن العراقي التقي النقي كذا كتابه على المنهاج تحريره في مناج الحجاج وتاج ناتا بمثن وضعه من مئة مصنف من مئة مصنف قد جمع عنوانه جمع الجوامع الذي حواء أصول الفقه للصيط الشذي وبعده منع الموانع نقط جميع ما استشكله الذي اعتارض وحوله توالت الجهود بشرحه ونظمه تجهود مع اختصار لفظه كما صنع لنصار في لب الأصول ووضع شرحا له في غاية وصول مع زيادة على الأصول ومنه تشنيف المسامع الذي لزر كشير بدري شرحا واحتوذي في غيث إلام علي الولي ابن العراقي على الجلي وأقرب الشروح للجلال في بدري الطالع ذي الجمال ثم عليه وضع البنان حاشية حسنة البيان ومثل واري الحسن العطار أحبذ جلالنا من جار هذا وقد نظمه السيوط نظم بديعا كامل الشروط بالكوكب الساطع قد سماه لو قيل في السؤال عنهماه مقيدا لآبدات صرحه بما أجاد في جميل شرحه في ألف بيت عدها يقينا وأربع مئين وخمسين وغيره نظمه كذلك فسعب به مختصرا مباركا فهذه مختصرة جمعت أطراف هذا الفن حتى أحكمت على مناهج ترى يقينا طريقة للمتكلمين أعني بها مختصر ابن الحاجبي وبعده من آجان للطالبي وثالثا مختصر السكي فلتشتهد في ضبطها الذكي آثر الإمام الشرازي في المدرسة الوصولية له كتاب في الأصول التبصرة مسائل الخلاف فيه تذكرة وهو مجرد من الحدود معتمد في النقل والردود وبعده يأتي كتاب اللمعي وربما غير في حد انفعي وشرحه له عظيم وافي أذن للشراح بانصرافي ثم له في الجدل الملخص وبعده المعونة المخصص للمبتدين وكذلك منتهي تذكرة وعن جدل فانتهي وهو بذا مدرسة مؤسس ولكتابه لهم تحسس ثم تاب الوليد الباجي تلميذه في العلم والحجاج ألف إحكام الفصول وكذا منه الإشارة الأصول أخذه وعد من أقراني البغداد عن الخطيبة في الوراء ينادي نصيحة لصاحب الحديث أن يعلم الفقه مع الحديث وهي لأهل الرأي أن لا يجمع كل حديث ضعف وليع لذا مضى فألف الفقيها والمتفقها فكنا بيها مصدره كتابنا الرسالة للشافعي صاحب المقالة كذلك الكتاب عن التبصير فهو بذا نصيحة وتذكير آثر الإمام المظفر السمعاني في المدرسة الأصولية ولياب المظفر السمعاني كتاب القاطع الدواني نقدنا أتى للمتكلمين ولياب زيد كذا يقينا ردنا على كتابه التقويم نصا كما أورد في التقديم وكان من أنفعها حجاجة فدع في أوساطهم وراجة وقبل ذا كتاب الانتصال في نصرة الحديث والأثار فحرر الأقوال والنقول وبين النشأة والتأصين تعالية لقول آل البدعي نسبتها أصلا على المخترعي من أجل ذا أطحال الصحيحي مدرسة في النقد والتصحيحي وعد من روادي الحراني ومعه وتلميذ الرباني ومنهم في عصر الشنقيطي محمد الأمين من شنقيطي ويحرر آثر الإمام الزركاشي رحمه في المدرسة الأصولية للزركاشي أتى كتاب معتبر ومنهل للباحثين معتصر محتمد في النقل والتصنيف وهو جمع الفن كالتشنيفي عنوانه البحر المحيط المستاتر جمع الدر النفيس المنتشر وثالث عن سلاسل الذاب أتى به مخترعا عما كتب ثم أتى تلميذ البرماوي وكان البحر المحيط ياوي ينثر متن النبذة الذكية وينظم المنثورة في الألفية وإن على ألف ربط قليلة فسمها ألفية تقليلة وقد مضى فكشف الأستار عن نظمي ووضح الأسرار بشرح الفوائد السنية فجمع الفرائد البهية كذلك أرشاد الفحول عدة من بحرنا المحيط المستمدة اللفاو محمد الشوكاني بحر العلوم العالم اليماني سنسية المصادر الأصولية على طريقة الفقهاء أثر أبي الحسن الكرخي في المدرسة الأصولية الحافية المرحلة الأولى التأسيس استخراج الأصول من الفروع أقدم تصنيف أصول الكرخي للحنفي المعتزلي من كرخي أعني عبيد الله للحسيني أكرم الله بتلميذيني الأول الشاشي أبو علي الحنفي وغير شافعي وخطا إلي حق النسب أصوله وهو الذي لا ينسب أي كتاب في أصول الفقهين ذكروا حياته إليه وفيه نقله عن الدبوس بل لنظام الدين أيضا نسبا وسمي الخمسين حيث كتبا كذلك شمس الشافعي وجد شرح له ولصفين ورد ثانيهما تلميذه الرازي جصاصهم كنيته بكري كتابه الفصول في الأصول مشتهر كذك بالأصول وعد من أوائل الذي كتب في صورة شاملة كما يجب فيما ذهب الإمام بعد الشافعي فهو بذا مستكمل من بارعي كذا عليه الصيمري اعتمد مختصرا له على ما قصد كتابه مسائل الخلافي ففضله علي غير خاف فهذه مرحلة قد أسست طريقة للفقهاء وارتسمت مدرسة الأحناف في العراق وهي ابتناؤها بالاتفاق على فروع الفقه للإمام وسائل الأصحاب والأعلام آثر الإمام الدبوسي في المدرسة الأصولة الحنفية المرحلة الثانية إضافة والبناء من خلال المدرسة السمى القندية ثم أتى من بعده الدبوسي بمنهج التقويم والتأسيس ألف تقويم الأدلة الذي بمثله ونهجه قد احتذي وهو على ذكر الخلافي قد عقد مع الإمام الشافعي المجتهد كذاله تأسيسه للنظري في خلف الأمصار بلا تنكر ثم أتى من بعده فحلان تتلمذى لشمسنا الحلوان هكذا بحرر فالأول الفقر على الذي روي كتابه يسمى أصول البزدوي أول متن في الأصول مختصر في مذهب الأحناف وهو مشتهر معتمد لدى شيوخ المذهب لكنه صعب المرامي وأبي فكان الاعتناء بالتعليق عليه والشرح مع التحقيق شراحه اثنان من الأعلام الأول السغناقي والحسام كتابه الكافي على الشتيار ثانيهما من بعده البخاري عبد العزيز الشارح الأصول في كشف الاصرار عن الأصول وبعده تلميذه البابرط في كتابه التقرير شرح حافي معتمدا شرحا على البخاري ملخص اللفظ مع اختصار وللبابرط على المناري شرح كذا عنونا بالأنوار كذا على ابن الحاجب المختصر وهو الردود والنقود فمهاري وهو الردود والنقود فمهاري أما اختصار البزدوي في المنتخب فهو إلى الأخصي كثي قد انتسب يعرف بالمختصر الحسام شراحه جمع من الأعلام من ذاك شرحان يوم للنسف مطول وباختصار قد قفي وهكذا الوافع على حسام شرح لسغناقي على التمام أجل وشرح لعلى البخاري وسميه التحقيق بافتخاري وامتاز حقا بالتساع بحثه مع حسن ترتيب جرا في بثه وذكره لفخرنا كما روي أخم ملقبا بصدر البزدوي يكن أبا اليوسري بعكس الفخرين اليوسري في تصنيفه للعسري لو كتاب في الأصول انتخه أصغر حجما من كتاب أخيه أيضا له معرفة الحججز شرعية بألكما فيه وجد ثنيه ما شمس الأئمة الأبي الصرخاسي ماجد في المذهب صنف تمهيد الفصول واشتهر باسم أصول الصرخاسي فانتشر يظهر فيه مذاب الإمام وصحبه الأئمة الأعلام وما روى من الحديث والأثر مخرجا لها كذاك واشتهر إراده التفريع والمثال وضح مساقه وقال وقد أتى من جمعوا بينهما بوضعه متنا صغيرا منهما عنه أصول الصرخاسي والبزدوي فالأول المغني على القول السوي صنفه الخبازي الجلال ثم أتى بشرحه وقال شرحه بالمقنع الكرماني ومثل وضعه القاءاني وثاني المنار وهو مختصر للنسفي الحنفي المشتهر واختص بالتقرير المعتمد في مذاب الأحناف فلتعتمد فهو بذا أطحى منار العلماء وقبلة للدارسين الفهمة فكثرت شروحه عليه مع رجوع المعتني إليه وكان حقا أعظم المتون عندهم في أعظم الفنون أثر على السمرقندي والمشي في المدرسة السمرقندي المرحات الثالثة دور صناعة الكلامية في الأصول ثم أتى بعد على التعيين السمرقندي على الدين فسبر التصنيف في الأصول بنظرة الخبير في المعقول كتاب الميزان وهو المختصر وآخر مطول لم يشتهر لكن عليه صنعة الكلام قد غلبت في سائل الأحكام وظارت فيه بنى القواعد على الكلام باهتمام زائدي مع نقلي أراء ما تريد منتصرا لها بلا تفنيدي ومثل أولي اللاميشي مختصر صناعة فهو بها مؤثر آثى المظفر الدين من الساعة في مدرسة الأصولي المرحة ربيع ذول طريقة الجمع ثم أتى من بعد المظفر ابن السعاتي بجمع يشهر بين طريقة أتت الحنفي وقبلها للشافعي اللذق في كتابه نهاية الأصول أو البديع مرتع الأصول ملخصا كتاب لامدي ومعه أصول بزدوي وقد أتى بشرحي الرفيع في شرح البديع ابن أمير الحنفي وللكمال منهما من أيضا شرح البديع قد ذكرت بعضا وقصدوا بالجمع لاستفاد لمطلق الجمع كما أفاد لأنها طرائق مختلفة والجمع بينها طريق زائفة وسأل الجمع واستقرار مذاب فلم يعود يصار إلى بنائها على الفروع كذا كنشروا على الجميع فيبذى طريقة مبتكرة ومسلك يدعو إليه المهارة وانتشر بعد منال الناس في طريقة الجمع بلا تعسف ويمتون في الوصول وضعت بين الطريقتين حقا جمعت أعظم أثناني على المشهور مقبولة حقا لدى الجمهور فالأول التنقيح للمحبوب فقيه المحدث الأديبي منقحا في وصول البزدوي وزبدة المحصول أيضا يحتوي كذا على مختصر ابن الحاجبي مشتمل فهو الدوالي الطالبي ثم مضى بشرح التوضيح في حله غوامض التنقيح فاشتغل الكتاب بين علماء تحشية بالشرح أو تعلمه أشهروا حشية التلويح في كشفه حقائق التنقيح وهي لسعد الديني تفتزاني معتمدا كشف البخار الداني وثاني التحرير للكمالي ابن الهمامي صاحب الجلالي وشرف التقرير والتحبير لابن الموقتي على التحرير ولأمير بادشا وشرح تيسير وغب فيه متح وابن نجي من عند المختصر لب الأصول متنه المحرر أثر حافظ الدين النسفي وكتابه المنار في مدرسة الأصولية المراحة الخامس استقرام المذهب وبعد ذا أتى الإمام النسفي كتابه المنار متن حنفي مختصا فيه أصول السرخص كذا أصول البزدوي المؤتسي شراحه في كشف الأسرار شراحه في كشف الأسرار كذا له المنور بلطف النفاذ ومن أشرح جامع الأسرار صنعه تلميذ السنجار وهو من الكشفين مستفاد وإن ترى كيف هذا المراد والأكمل ببرطف الأنوار أخذه من جامع الأسرار كذلك الشرح أتى لابن ملك ثم أتى علي أنوار الحلك حاشية صنعها ابن الحلبي ولرهاوي كذا كفرق به ومثلها لعزم زادة وضعت فهي على ابن ملك قد صنعت وشرحه للدهلوي معتبر إفادة الأنوار شرحه المشتار وكاسمه شرحه أتى للحصك في مفتي دمشق بن علي الحنفي مفتي دمشق بن علي الحنفي كذا كان المصي عليه شرحه عنوانه بالاختصار فتحه وبعده شرحه الصديقي في نور الأنوار على التحقيق وممن اختصره وهذبه ابن حبيب منتقاب رتبه شرحه الزين مع اختصار عنوانه خلاصة الأفكار ونظم المنارة في الكواكب محمد بن حسن الكواكب مقتفيا وطيرة المناري من غير إقلال ولا إكثار ثم أتى بشرحها لإرشاد فاكتب بحرص كلما يفاد والابن أحمد كذاك مختصر منظومة وشرحها وقد ظهر بأنه في غاية اختصار نظم حوام اختصر المناري منتخب من لب ذاك المنتخب سنته الترك لغيره ما واجب خاتمة نسأل الله حسنها وما قصدته من النظم اجتمع مختصرا ولا أسر حتما امتنع فإن وجدت خافيا قد ورد فيه فعود لشرحه كي ترشد وقد آتا تعليقة مختصرة لطيفة تحكي كتاب الشجرة والحمد رواها بمول الكرم على اجتماع نظمه في الحرام ثم الصلاة مع سلام لائقي على الرسول أشرف الخال لائقي صلى الله عليه وسلم وآله والصحب ثم المقتفي مصر در العلم وكل منصف اللهم صلي وسلم وبرك نبي محمد بعد خلقك ورد نفسك وزينة عرشك وماذا كمتك اللهي نجي من كل ضيخ فأنت إلى هنا معولى الجميع وعب لي في المدينة مستقرا ورزقا ثم دافنا في البقية واغفر لي ولي والدي ولمشيخ المسلمين آمين